أهلا بكم للمرة السادسة منذ بداية العام الحالي خفضت الحكومة أسعار بيع البنزين فيما خفضت سعر السولار للمرة الرابعة ومع استمرار في تثبيت الكاز والغاز البترولي المسال ويبدأ العمل بالقرار بعد منتصف هذه الليلة قرار لجل التسعير المشتقات النفطية لشهر 2021 جاء استنادا لانخفاض معدل برينت لثلاثين يوما أي شهر أيلول مقارنة مع آب الماضي بنسبة 7.16% فضلا عن انخفاض معدلات الأسعار العالمية للبنزين والسولار واستنادا لمعادلة التسعير المعتمدة خفضت اللجنة سعر لتر البنزين 90 بمقدار 25 فلسا للتر ليصبح 860 فلسا للتر بدلا من 885 فلسا للتر كما خفضت سعر البنزين 95 بمقدار 30 فلسا للتر ليصبح 1095 فلسا للتر في تسعيرة تشرين الأول المقبل بدلا من 1125 فلسا للتر أما السولار فتم تخفيض سعر اللتر إلى مقدار 40 فلسا ليصبح 655 فلسا للتر بدلا من 695 فلسا للتر في تسعيرة شهر أيلول وقررت اللجنة الاستمرار في تثبيت سعر بيع الكاز عند سعر 620 فلسا للتر وهو تثبيت للشهر العاشر على التوالي كما أبقت اللجنة على سعر بيع استوانة الغاز المنزلي وزن 12.5 كيلو جرام عند سعر 7 دنانير للإستوانة في ظل التوترات الجيوسياسية واحتدام الجبهة اللبنانية جراء تصاعد العدوان الإسرائيلي اشتكى مستخدم سيارات نقل دولي على خط سوريا ولبنان من ارتفاع الأجور وبحسب موطنين تضعفت الأجور مرة تام منذ اشتعال جبهة لبنان علما أن الأجرة الرسمية الصادرة عن هي التنظيم النقل البري تتراوح بين 25 إلى 50 دينار للراكب وفي ردهم على استفسارات رؤية نفس أيقو سفريات ارتفاع الأجور وتذمر بعضهم من تأخر الإجراءات التنظيمية المتبعة على الحدود ما يباعد بين الرحلات بمعدل 20 يوما للرحلة الوحيدة لغاية الآن الأمور الحمد لله تمام الخطورة موجودة بغض النظر إذا كانت الحرب موجودة أو مش موجودة لأنه قبل هالمرة بال2006 كانت نفس النظام والشباب كانوا يطلعوا ويرجعوا كل واحد شاي الهمه زي ما بقولوها على قده كل واحد شاي الروح على كفه وماشي قيل يا الله فكليات أصحابين أسر وصحابين بيوت وكلها كاهل الكورونا هدهم ما طلعوا واحد منهم إلا ومديون البصات الكبيرة هاي ثلاث درباها مش قانوني هذول البصات بس نظموا رحلة سياحية مش يجوا حملوا هون ركابوا يظلوا طالعين باص السعودية الباص السوري اللي بيحملها السعودية على أي أساس بيجي على عمان بيحمل وبطلع هذا الحكي ممنوع هذا لازم يظلوا ماشي ترانزيت أزمة بعد أزمة يتعرض لها اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وتضعه على المحك من جديد واليوم مع استمرار العدوان الإسرائيلي الأكثر كثافة على لبنان وقطاع غزة وتزايد المخاوف من اتساع الصراع بات اقتصاد دول المنطقة أمام سيناريوهات قاتمة تصعيد خطير يفرضه استشهاد أمين عام حزب الله حسن نصر الله ضمن سلسلة غارات للاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت زلزلة تضع اقتصاد شرق المتوسط أمام سيناريوهات قاتمة بمرور عام على اشتعال عدوان الاحتلال على قطاع غزة واقتحاماته للضفة الغربية تزايد المخاوف من اتساع رقعة الحرب بعد التصعيد الخطير على الجبهة اللبنانية وضع الاقتصاد الأردنية أمام تحدي جديد وهو المرهق من أزمات سياسية واقتصادية يتخط مداها الأربع سنوات منذ جائحة كورونا احتدام المشاغلة بين حزب الله والاحتلال على جبهة لبنان والمعركة المفتوحة على مدى سنة مع حماس في قطاع غزة والمقاومة في المدن الفلسطينية يضع اقتصاد لبنان خاصة على المحاك بعد شبه شلل على مدى سنوات بما في ذلك تهالك البنية التحتية صندوق النقد الدولي في أول تصريح له رأى أن من السابق لأوانه تقييم التابعات الاقتصادية للجبهة المفتوحة في لبنان مؤكدا في ذات الوقت أنه سيؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي الهش بالفعل في هذا البلد الخارج من حرب أهلية وسلسلة حروب مع الاحتلال في خمسة عقود فيما قدرت مؤسسة فتش سولوشنز انكماش اقتصاد لبنان بنسبة خمسة في المئة في عام الفين واربعة وعشرين على وقع هجمات الاحتلال وسط أضرار البنية التحتية الكبيرة ونزوح الآلاف وتوقف نشاط معظم القطاعات في الجنوب والابقاع التي تشكل ثلثة سكان لبنان وقوة العمل فيه اقتصاديون يؤكدون أن التصعيد الخطير الذي يشهده شرق المتوسط وانفلات سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول وتأجيج الصراع في المنطقة يضع اقتصاد هذا البلد المثخن بالغارات أمام خيارين وفقا للسيناريوهات المطروحة سياسيا ففي حال اشتعال حرب شاملة وهذا مستبعد فإن الاقتصاد بقطاعاته كافة سيكون في خطر كبير أما سيناريو استمرار الوضع الراهن دون تحديد اتجاه فيضع الاقتصاد بخطر أكبر أما الاقتصاد الأردني يؤكد الخبير الاقتصادي سليم أبو الشعر أنه وصل إلى قاع الدورة الاقتصادية أي أنه استطاع أن يصمد في وجه أزمات سابقة دون أن ينحدر لكن اليوم ما سيحدد مساره هو ما ستأول إليه الأحداث من تطورات على إثر التصعيد الأخير على الجبهة اللبنانية وأن بقاء الوضع الراهن دون توجيه البوصلة نحو مسار محدد سيؤدي إلى جمود اقتصادي فندوب الصراعات المستمرة منذ عقود تكون أعمق وأطول أمداً في منطقة الشرق الأوسط خصوصاً على اقتصادها أعلنت الشركة الوطنية للتشغيل وتدريب المملكة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن نسبة التشغيل بلغت 80% وبلغ عدد المستفدين من برامج الشركة عبر 18 معهداً منتشرة بالمملكة 37 ألفاً وخمسمائة وتسعين مستفيد فيما يقارب عدد الخريجين 32 ألف طالب وعدد المشتغلين 25 ألفاً وخمسمائة وتسعة وتهدف الشركة منذ تأسيسها في 2007 إلى رفض سوق العمل بالمهارات والكفاءات اللازمة في القطاعات المهنية والتقنية والإنشاءات بواقع 94 برنامج تدريبي من خلال توفير فرص تدريب للشباب العاطلين عن العمل من خلال تدريب عملي في معاهد التدريب المهني التابعة للشركة إضافة إلى الدروس النظرية وتسعى شركة لإدخال برامج تكنولوجيا على المعلومات والاتصالات تحقب الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل في برنامج الدبلوم البريطاني بيتك لما سمعته من خلال وسائل الإعلام عن الطرق الحديثة في التعليم واكتساب الخبرات العملية حيث كان مستوي في مجال التكنولوجيا ضعيف والآن بعد التعليم والتدريب أصبح مستوي قوي سمعت عن الوطنية للتشغيل والتدريب من مواقع التواصل الاجتماعي ومن الأصدقاء التحقت بمعحة تدريب الزرقاء التابعة الوطنية وأخذت مهنة الطاقة الشمسية تم تدريب العملي والنظري بالمشاغل والقاعات والآن أنا بمرحلة التدريب الميداني بشركات القطاع الخاص التحقت بالبرنامج بداية السنة وخلال هذه الفترة استفدت كثير من البرنامج حيث اكتسبت الكثير من المعرفة والخبرة في دمج الأنظمة الميكانيكية والإلكترونية مع أنظمة التحكم مما سهم في تطوير مهاراتي التقنية بشكل كبير